مصدر طبي في النادي الاهلي وضح لنا فترة غياب محمد هاني عن الفريق محمد هاني هيغيب من شهرين لثلاث شهور عشان يتعافى من الاصابة بجزء في الرباط الصليبي الخلفي للرجبة واللاعب هيبدأ العودة للتدريبات ان شاء الله تدريبات الجماعية في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر القادم يعني انت بتتكلم انه هاني خلاص بره بطولة او بره مباراة العين في الانتر كونتنينتل ممكن مباراة اللي بعدها كمان لو ان شاء الله الاهلي يتفوق على العين هيبقى بعيد كمان عن مباراة السوبر المصري بعيد عن انتراكة الدوري اكيد خسارة كبيرة للنادي الاهلي غياب محمد هاني بس المركز ده في النادي الاهلي فيه لعيب يعني عمر شغال كويس اكرم ممكن يلعب في المركز ده بالمناسبة اكرم توفيق غالبا هيبقى موجود في التجمع القادم لمنتخم مصر في مركز الزهيل الايمن يعني كابت حسام حسن حاطت عينه على اكرم توفيق كاساسي في مركز الزهيل الايمن في المنتخب في المعسكر القادم دي معلومة اشتركوا في القناة